يا دكتور مصطفى انه البنوك لا تقبل الدولارات القادمة من مصارف اخرى او من شركات صرافة ده صاية ازاي ولا تقبل في بعض الاحيان انك تبقى لها الدولار اللي عندك اصلا اللي عندك اللي هو حسابك في البنك يعني انا حضرتك فتحت الموضوع الصرافة والبنك انا بس اختلف في بعض النقاءات لو سمحت لي اطرحها يعني اولا مشكلتنا ما هيش مشكلة اوكرانيا احنا مشكلتنا بقى يتقابل اوكرانيا لان حارك قلت في عبارة مهمة ان توصيف المرض اهم من المعالجة على توصيف المرض دص العلاج صحيح لانه في عوارض كتيرة ممكن تتشابه لكن العلاج يختلف يعني ارتفاع الحرارة ممكن العدر الله يكون الفلوانزة كوفيد حمى لكن تتشابه الاعراض ولكن الازباب تختلف فلجب عشان صاحب القرار ياخد القرارات الصحة اللي تقدر تطلع بالازمة الازمة هي كانت ازمة اقتصادية مصرية وزاد عليها الازمة الخارجية احنا عندنا في نقص في العملة لا اسباب متعددة لكن اهم سبب فيها غير اللي بيتكلموا عليه يعني بمعنى اخر هو كل ما يحصل عندك ازمة في العملة يعمل ازاي يروح فيه نوعين من القرارات نسفها ما النوع منها ينمي قرار صح وقرار غلط لا اوه فيه حاجة ثالثة فيه قرار صح وقرار صح كل ما بتحصل مشكلة على مدار مش مش بتكلم دلوقتي على مدار الارمائين خمسين سنة اللي فاتح ارفع سارفين لا امنع الاستراد فده اسهل قرار ممكن تبدو انت في جيبك مين جنيه فتقول والله عشان ما يخلصوه مش هاصر مش هاكل فيحصل ايه انك تعي وممكن تنتهي بك الحالة انك لقدر الله سوما امنع الاستراد مطلقا كده انا امنع الاستراد السلع الكمالية السلع الطرفيهية ما فيش حاجة اسمها سلع كمالية وسلع طرفيهية طالما المجتمع طالب هذي السلع فوافح في احتياج لها لو انت وتصورت ان في بعض السلع اللي هما الاستفزازية زي ما بيسموها المجتمعات الاخرى بتعالجها ازاي ترفع عليها الجمارك عشان بتعوض بالفئات القليلة من خلال ما دخول الجمارك فهذا المنطق المقبول لكن ان انا امنع الاستراد على مطلقه دي اعتقد صاحب القرار كان ليه اسباب انا ما عرفهاش لم يفصح انا لكن لازم تبقى فيه نقطة واضحة لصاحب القرار عشان الفترة الجاية نتعدى المشكلة احنا ما عندناش مشكلة زيادة استراد احنا 100 مليون شخص بنستور 65% من اكلنا وبنستور 60-70% فوق اكتر من كده بعض الاحيان من متخلات الصناعة بنستور من 55% ل 60 مليار في السنة ده احنا اقل دول استرادة المشكلة عندنا مش في زيادة الاستراد في قلة التصدير انت لما تفكر في الموضوع بالشكل ده قراراتك هتتخذها بطريقة تانية خالص هتسيب الاستراد زي ما هو شغال وتبتدي تدور على مصادر الداخل الدولارية تعظم التصدير احنا تبلي بقول ان احنا عندنا مصادرين للتصدير تصدير السلعة وتصدير البشر احنا بات�� كنت بتتكلم على المصيد requirement المصيد спى الخارج محاولين الشهر الي فات 3.3 مليار واكتر من الساحة واكتر من التصدير واكتر واكتر من الكتر فانت لو اتا جمعت المعادلة minor اللي هي السلعتين اللي احنا بنصدرهم فهم اكتر من اللي احنا نستورده فعليا. لكن انت لقيت زي تعظم بقى الفكرة دي كلها. هي دي المشكلة الرئيسية في مصر. المشكلة مش مشكلة قرارات. احنا كنا منتكلم في الجماعية وانا كانوا كانوا يتتظر ببسيطة. ان انت مش محتاج تحفز الناس تيجي. انت عندك من المحفزات ما يزيد عن الدول الاخرى. لكن انت عندك المشكلة المعوقات. ان انت النهاردة بترمي المستثمر في قلب بوطاقة بيروقراطية همها الاول والاخير ان هي تعطلك لأسبوع الشخصية. كل واحد هيقول لك طب ايه يعني انت جبت الديب من ديله. وكلام ده معروف من زمان. طب ايه حلو? الحل عمره ما كان في اللي قالو ده كله. الحل حل طب رياسي. يعني ايه طب رياسي. لما لقدر الواحد قلبه بيوجعه ويجي الدكتوره يقول لك انت قلبك مسدود. بيعمل باي باس دعمات. لا. باي باس. بيعدي شريان المقفول. انت دولة عفية دلوقتي. يعني الدولة دي دولة عفية يعني مش دولة ضعيفة ولا كله. وتبتدي تتكلم وتشتقل. احنا عندنا دول من نتكلم على دول حوالينا ناسك ناس محترابة ناسك وليسة. بتاخد منك اكلك. لان هو بياخد حاجة انا مفروض انا استحققها. انا النهاردة لما بتجي بيتكلمني منقول احنا عندنا اتنين على البحر وعبالأحمر والبحر الأغدر وعندنا خلاص السويس وعندنا حاجة احنا مش عاربين حتى نستغلها. احنا عندنا اتفاقيات مع دول تدخلنا اسواق فيها ثلاثة مليار شخص بدون جمره. مفيش دولة في اللي احنا في اللي حوالينا. احنا عندنا اتفاقيات اغادير والتفاقيات العربية والجوميسة ومع امريكا ومع الايو. مفيش دولة في العالم. مفيش دولة في العالم. مفيش اتفاقيات معها. مفيش اتفاقيات معها. مفيش دولة في العالم اللي هم بينفسونا عندنا ويادم الاتفاقيات دي. طب كل ده انا مش قادر اوصله ليه؟ هو ده السؤال المطروح. هو مش اننا ترجمة نانسي قنقر